ومن بدري لأنه فيه لغبطة فيه يعني موضوع الحكام الحقيقة أو ملف التحكيم بالنسبة لمباراة نهائي كأس مصري ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك أنا حاسن فيه لغبطة يعني احنا هنا في قناة النادي الأهلي وحاضرتك تحديدا في أكتر من مرة أشد الحكام المصريين في كأس أمام أفريقيا وما قدموا لدحقهم يعني احنا ما بنتجناش عليهم ان احنا مش مش ضد التحكيم المصري ولكن دايما منحط يعني ايه يعني النقاط فوق الحروف ودايما منتكلف في موضوع معين اللي حصل ان من ساعة ما الدهوري رجع ولقينا فيه أخطاء بتتكررتين يعني ماتش زد وبيراميدز كان فيه جدل على خطأ في ضرب الجزاء ماتش الإسماعيلي والزمالك ماتش الإسماعيلي وسيراميكا فيه أخطاء غريبة آخر أربع مباريات ما بين نادي الأهلي ونادي الزمالك بحكام مصريين وكان فيهم انتصارات للنادي الأهلي كان فيهم جدل تحكيمي نادي الأهلي مثلا مباراة اثنين واحد تعبيتسو موسماني كان فيه جدل على ركلة الجزاء الحصد على نادي الزمالك وتصدر ليه كان وقتها علي لطفي مباراة واحد واحد تعادلنا فيها في نفس الدوري رمي ربيع كان له ركل الجزاء لما تحتسب مباراة خمسة ثلاثة كابتن إسلام وإحنا كسبانين خمسة ثلاثة وتحسب لنا ركلتين جزاء برضو كان فيه جدل على حالات طرد لم تحتسب واسمعنا التصريح الشهير بتاع بنحتوي المباراة والأمور تطلع هادية والكلام ده المباراة الأخيرة أربعة واحد وإحنا كسبانين أربعة واحد برضو كابتن إسلام وحاسمين الدوري كان فيه جدل على ركل الجزاء لم تحتسب للنادي الأهلي ونادي الزمالك وتصابت له ركل الجزاء برضو بعد مراجعة الفار فحنا نهاردة بنتكلم عن أن بيصار دايما الجدل حوالين التحكيم المصر ده مش معناه نحنا لنصخ بالتحكيم المصر لكن بنقول ظاهر النهاردة المستشار توركي قال شيخ رئيس هيئة الترفيق قال في تصرحاته أن فيه 44 كاميرا هتنقل المباراة في ستوديو تحليلي مشترك ما بين مصر والسعودية فيه إخراج عالمي في البطل كاس مصر المراد يأخذ مليون دولار يا كابتن إسلام رقم يعني تقريبا الجيزة دي ما حصلتش في تاريخ كاس مصر مليون دولار الأفضل لعب في المباراة هيأخذ خمسين ألف دولار فنتكلم على شكل مختلف لنهاية كاس مصر بتلعب لأول مرة في التاريخ برى الأراضي المصرية وفي المملكة العربية السعودية فكنت أتمنى أن لو فيه مبادرة عشان حتى ما يبقاش فيه جدل ده مباراة كاس يعني وارد نكسب وارد نخسر لكن عشان يبقاش فيه جدل إيه المانع أن مع كل الاستعانة بالخبراء في الإخراج التصوير الملعب على أحسن حال طب ليه ما نجيبش حكم أجنبي عشان حتى أي نادي يخسر طبعا إن شاء الله أنا أتمنى أن نادي الأهلي يكسب لكن لقدر الله الكرة فيها كل حاجة ما يبقاش فيه قيلة وقت بس ده اللي احنا كل اللي عايزينه أن الأمور طالما دلوقتي فيه تسريبات مرة ينطلع يقول لك كابتن محمد معروف لا ده كابتن إبراهيم نور الدين نفسه لأصل كابتن محمد البن نفسه يبقى الحكم مش عارف كم يعني كل يوم بنسمع اسم حكم شكل فوضح إن الكل عايز يحكم المباراة طبعا ده كل حكم نواي يحكم أفضأ أكبر مباراة في مصر ولكن الضغوطات كبير كتير الجدل كبيرة على حوالي الحكم المباراة فإحنا نتمنى عشان المنظومة كلها ترتاح أنا أتمنى إن يتم يعني تنحية الأمر ده هجم ونختار حكم أجنبي يبقى أسهل وجهت نظر شخصية يعني خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال الفترة اللي جاية صبري بشوف إن المشكلة أصلا هي في غياب السيستم يعني كان فيه نقل عن كابتن أمين عمر في وقت البطولة إنه بعد تقلقه في مباراة الافتتاح والناس بتقول له المستوى ده ما بنشوفه في الدورة المصري وبتاع فقال وفروا لنا نفس الأجواء فالنقطة المهمة في الموضوع إن ما فيش سيستم يعني إحنا سمعين عن خناءة في لجنة التحكيم أو في القطاع ده دلوقتي على مين يحكم المباراة كل حكم عايز بيمارس ضغوط عشان يحكم المباراة إذا كان زي ما تقال إن كابتن محمود البنة عايز ينفرد بالريكورد إنه هو يكون الوحيد اللي أحكم أهلي وزمالك ثلاث مرات في تاريخ التحكيم المصري فده شرف كبير وهو بيسعاله الكابتن إبراهيم نور الدين آخر سنة ليه في التحكيم وهو قدر المباراة دي قبل كده وما كانش فيها مشاكل فأنا ليه ما أخدش تكريم واختم بشكل كويس إنه ندير أهلي وزمالك أمين عمر قدم أحسن أداء للتحكيم وكان واجهة مشرفة جدا في كاسر أمام الأفريقية فده حقي في اتجاه لكابتن محمود معروف إنه هو يكون موجود في المباراة فكل حكم أو كل جهة أو كل حد من أو طرف من الأطراف دي بيضغط إنه هو يكون موجود فالناس دي هتركز في الملعب إزاي يعني اللي حيفوز بقى بالمعركة دي أو بهذا السباق هيبقى أصلا تركيزه فين إذا كان التركيز كله إنه إحنا دلوقتي بنتصارع مع بعض مين اللي هيحكم المباراة ليه لإنه مفيش سيستم يعني هم كل واحد من حقه يحلق لا لا أصلا دي ما فيش سيستم دي فيها أن الأفضل هو اللي هيحكم ما هو بس أفضل من وجهة نظر مين من وجهة نظر لجنة الحكام وإذا كانت الأمور بتضار بالشكل ده ما كانتش هتحصل الخناقة دي أو ما كانش هنسمع عنه لا كل واحد لا معلش كل واحد أنا بشوف إنه لا كل واحد من حقه يقول إنه أنا عايز أعمل وكل حاجة ولكن أنا وجهة نظري إن الحكم في رأس رئيس لجنة الحكام بالذات أو أنا وجهة نظري إنه طاقم التحكيم اللي هيحكم هذه المباراة هو في رأس لجنة الحكام يعني زي المدير الفني نتمنى مدير الفني أنت أول ما نخش على قصة البلدية والأهل والبلدية أول حاجة لما قررت التشكيل وشوفت التشكيل قلت إيه قلت إيه اللي بيعملوا كل أرده صح أو لا كلنا قلنا هذه الكلمة لكن بعد كده اقتشافت إيه ليه؟ لأنه هو الوحيد اللي حافظ التشكيل وحافظ اللعبة اللي معاه وشايف إن اللعبة اللي معاه دي ألعب وسام ملعب عمر كمان نحن الشمال ألعب كريم ندفد مع أمام وحطه قدامهم أف يعني كل واحد له طريقته هي الوجهة نظري في قصة ديك عبد الإسلام وإحنا بنتكلم فيها مش عارفين نادي الأهلي بيدعم منظومة التحكيم وإحنا بنتكلم بس وجهة نظر من الشوائد اللي بنتقال وزي ما نقول إيه كده بنحط إدينا على مشكلة مباراة الانسحاب الشهيرة كابتن إسلام لحد الوقت رغم إن لعيبة نادي الزمالك نفسهم اللي حضر الواقع قال لك إحنا لظروف ما قلنا إن إحنا مش نكمل المباراة وخلافه ووقتها كان طلعوا أعلى وسط الجون أفصايد والجون أصلا مش أفصايد وكل القصة دي اتروج لها لمجرد إن الحكم المباراة وحكم مصر لكن لو كان حكم أجنبي زي مثلا المباراة اللي بعدها بتاعت التار حيروج لها بردو وأنصار الفريق دا يقولوا إن هو كان أنصار الفريق التاني واخديمه ووقت تارد مباراة تارد كابتن أيمن عبدالعزيز بردو وكان حصل فيها نسحب ما حدش إدب أيمن عبدالعزيز تحديداً أي حاجة تعديمه ووقتها ما حصلش نفس القصة تاعته معرفش وقتها كان التاكتك عشرة في المية برضو ولا لأ كان عشرين لسه كان عشرين وقتها يعني أنا أيمن أنا بحبه أيمن صديقي يا أخويا الزغير يعني لكن يعني التصريحات لكن يلا بني شرق ناس خلاص أنا خلصت كلامي في موضوع التحكيم دا أنا خلاص يعني الموضوع التحكيم أنا زي ما قلت أنا شايف إن المشكلة أصلاً في غياب السيستم أنا مش بلوم على الحكام أنا بلوم على إن مفيش سيستم واضح هم يشتغلوا من خلاله فما يبقاش ما يتفرغوش لهذه السراعات اللي هي دايماً بتحصل مع كل مباراة قمة يعني إحنا في كل مباراة قمة بنسمع نفس الحكاوي كل حكم من ناحيته كل حكم في القائمة الدولية لأن دا شرف كبير إنما لو فيه سيستم واضح قدام عينيهم هم عارفين إن السيستم دا اللي بيتم على أساسه الاختيار ما كانوش هيدخلوا وهيتفرغوا للخناقة دي وكانوا يركزوا في الملعب أكتر ندخل بقى على مطش البلدية وأول حاجة عايز أسألك عليها